اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري أسعد الأوقاتكم بكل خير متابعين في الأردن ورحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب نهار اليوم استمرت الأجواء الربيعية الدافئة في عمو مناطق المملكة درجات الحرارة كانت أعلى بقليل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام لكن خلال ساعة الليل سادت أجواء باردة نسبيا إلى ما إلى البرودة خاصة خلال ساعة الليل المتأخر لكن اعتبارا من يوم غد الأربعاء تبدأ المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا تعمل على ارتفاع كبير ومنموس على درجات الحرارة خاصة خلال يومي الأربعة والخميس تحديدا على أن تعود وتنخفض تدريجيا درجات الحرارة مع عطلة نهاية الأسبوع سؤال أقمن الصناعي الملتقطة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم بدون فعالية الغيوم العالية بدون فعالية في أجزاء من الأراضي السورية بينما سادت أجواء صافية في باقي مناطق بلاد الشام ومنها المملكة ومصر وشمال المملكة العربية السعودية والعراق كنتيجة لتمركز لمرتفع جوي في هذه المناطق تتحدث أكثر حول الأجواء الحارة المتوقعة خلال يومين القادمين باستعراضنا لهذه الخرائط يوم الثلاثة نهار اليوم سادت أجواء كما ذكرنا ربعية دافئة في عموم المناطق كانت درجات الحرار أعلى لقليل من المعدلتين مثل هذا الوقت من العام لكن اعتبارا من يوم الأربعاء تندفع نحو المملكة كتلة هوائية حارة نسبيا من منطقة الجزيرة العربية تعمل على ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلتين مثل هذا الوقت من العام تقص حار نسبيا في عموم المناطق خلال ساعة النهار أما ليلا ترتفع درجات الحرارة لتكون الأجواء دافئة بشكل عام هذه الكتلة الهوائية أو ذروة تأثير هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا ستكون يوم الخميس مع المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة يوم الخميس لسد أجواء حارة إلى حارة نسبيا في عموم المناطق تكون شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت والعقبة لكن اعتبارا من يوم الجمعة تعود وتنخفض قليلا درجات الحرارة أو تنخفض تدريجيا درجات الحرارة مع ابتعاد هذه الكتلة الهوائية الحارة نسبيا وبدأت عرض المملكة لرياح غربية أقل حرارة قادمة من شرق البحر الأبيض المتوسط التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة يسود تقصافي ما 21 درجة مئويا محسوسة 21 الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة السرعة بالنسبة للثلاث أيام القادمة يوم الأربعاء ارتفاع على درجات الحرارة ما تقصافي